موسيقى مرة أخرى برحب بحضراتكم مشاهدة كرام في هذه الفقرة موضوع فغاية الأهمية يخص تحديدا أبناء الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية وأيضا لسه هلتحقوا بيه العملية التعليمية ويخص أيضا أولياء الأمور خاصة في اللغة الكبيرة جدا اللي بيعانوا منه أولياء الأمور سواء في المقام الأول وأنا بقدم لابني أو لبنتي في المدرسة هل أقدم له في سن مبكر ولا أخره في ظل يعني صعوبة بعض المناهج على اعتقاد أن لما يتأخر ابني فيه الدراسة شوية ويكون سنه كبير هيقدر يستوعب المناهج الدراسية حاليا الاعتقاد الآخر أنا أدخله بدري ووفر السن بتاعه ده على أساس استفاد منه بعد كده محدش يعرف أن هناك جهة تحكيم تستطيع هي عن طريق العلم وعن طريق الاختبارات والتقييم الكامل هي الفيصل اللي تقدر من خلال تحدد ابنك هيدخل المدرسة ولا لا أقدر عن طريق طبيب التخاطب الحاجة التانية المتعلقة بصعوبات التعلم الأم تقول لك أنا ابني زكي وشاطر بس بينسى بتلاقيه مثلا مش مركز عنده تشاطة انتباه عنده صعوبة جدا في التعلم ما بيعرفش كده يستوعب الأمور من خلال الشرح المتعلق بالمستر أو المس في الكلاس عشان كده مواضح في غاية الأهمية هنتكلم فيها النهاردة خاصا في الموضوع المتعلق اللي بيحمل عنوان الزاكرة والتعلم وجهة لعملة واحدة في أمراض التخاطب ومهم إن احنا نشير إليهم وأيضا نقدم كل الدعم الأولياء لأمور سواء في عملية التعديم للمدرسة أو حتى التعامل مع صعوبات التعلم بشكل عام عشان كده مشرفنا العالم الجليل لو استاذ الدكتور محمد بركة واستاذ أمراض التخاطب وكلية طب جماعة عين شمس براحة بيك يا دكتور أهلا يا فندم شكرا يا فندم نبدأ يعني كده مع حضرتك بالمقصود بالزاكرة شوف حضرتك الزاكرة لو إحنا الزاكرة هي القدرة على استقبال ما سمعنا أو رأينا وقدرتنا على استرجاعه يعني إيه زاكرة يعني قدرتي إني أفتكر اللي سمعته أو شفته طيب هو إحنا اللي إحنا بنسمعه ده عبارة عن إيه إحنا سمعنا صوت مثلا صوت الأم بتذكر لابنها صوت المدرس بيشرح الدرس طيب يبقى الطفل اللي قاعد في الفصل وقابل الفصل الطفل اللي في الحضانة يبقى هو سمع المعلمة أو سمع والدته أولا بيبقى فيه صوت الأول فيه صوت طيب يبقى إحنا سمعنا صوت يبقى لازم نتتبع مصدر الصوت الصوت ده اتجاه الصوت جاي لنا منين نميز الصوت يعني الصوت اللي أنا سمعته ده يعني عبارة عن مثلا ماما بتنادي ولا ماما بتقول معلومة علمية دي حاجة الحاجة المهمة كمان اللي سمعناه ده لازم نضيف له معنى أنا سمعت كلمة مثلا ألم آه أقوم أفتكر إن ده الحاجة اللي بنمسكها بأيدينا وبنكتب بيها طيب المعلومة دي اتخزنت في مخنا وبعد اللي موجود اللي متخزن في مخنا ده عبارة عن بنك بنك معلومات نحط في البنك ده يبقى الرصيد بتاعنا نسحب من البنك ده لما ينطلب مثلا إذا انسألت أو في اللي متحان يبقى المعلومة اللي بنستقبلها نمرة واحد نقول إن احنا سمعنا حاجة نحدد مصدرها نضيف معنى للي سمعناه يعني أعرف ده صوت إيه يعني صوت معلومة صوت راديو صوت تلفزيون صوت عربية المطافي يعني أميز الصوت وأضف له معنى يتخزن في مخنا لوقت الحاجة وأستدعيه لما أكون عاوزه أكون عاوزه يبقى إما في امتحان أو في مثلا أثناء ما ماما بتذكر لنا أو ما المدرس بيشرح لنا يبقى دي الزاكرة القدرة على استرجاع ما سمعنا أو رأينا إيه بقى العوامل اللي بتكون لها تأثير على الزاكرة بالشكل كبير أيها الزاكرة بتاعتنا دي تتأثر بإيه تتأثر أول حاجة بالمحتوى وبالمطلق أي طيب المحتوى لو المحتوى اللي بيتقوله الأم اللي بيقوله المدرس اللي بتقوله المعلمة في الحضانة شيق بالنسبة للطفل أو جذاب بالنسبة للطفل يبقى المحتوى ده جيد يبقى أو مرغب للنفس يبقى المحتوى يبقى إذا كان كويس ومرغب للنفس يبقى إيه هيتخزن يبقى سهل تخزينه في بوقنا وسهل استقباله وتخزينه طيب الحاجة تانية المطلقي المطلقي ده منتبه ولا مرهق ولا تعبان ولا يعني عاوز ينام كده يبقى حاجات خاصة بالمحتوى وحاجات خاصة بالمطلقي وحاجة خاصة بالبيئة بيئة البيئة الدرس يعني المدرسة مثلا اللي جنبها ورشة البيت اللي حواليه ضوضاء ده هيخزن المعلومة كويس لا يبقى المحتوى المكان تلقي المعلومة الحاجة تانية المطلقي المطلقي منتبه ويخز ومنايم كويس ومتغز كويس ومش متعب لأي شيء دي العوامل اللي بتأثر على الزاكرة نستقبلها ونخزنها نستدعيها وقت الحاجة نتكلم برضو عن مراحل الزاكرة وأنواعها دكتور مراحل الزاكرة الزاكرة يعني دي أنواع طيب ولكن كلنا بنعوزها في حياتنا اليومية أول حاجة اسمها الزاكرة الحسية يعني إيه الزاكرة الحسية دي بتبقى قصيرة جدا بتبقى ثواني قليلة جدا بحيث أن أنا أقول أنا سمعت حاجة بس ما أناش عارف أنا سمعت إيه عيل فدي اسمها الزاكرة الحسية ولكترة ما هي قصيرة اعتبروها برسبشن برسبشن يعني استقبال ما جعلوهاش زاكرة أنا سمعت حاجة بس ما ميزتهاش طيب نيجي للزاكرة التانية اللي وراها اللي هي الأطول شوية اللي سمعناه في من ثلاثة الخمس ثواني اللي فاتوا يعني لو الأم بقالت الإبناء حاجة وهي بتذاكر له هيبقى لو افتكر الحاجة اللي قالت هالو من ثلاثة أو خمس ثواني يبقى دي اسمها الزاكرة قصيرة المادة طيب يعني ودي مطلوبة طول ما الأم بتذاكر له عمال هو بي إيه بيستقبل وبيخزن المعلم بيتكلم يبقى الطفل بيستقبل ويضيف معنى للي سمعه ويخزنه عشان لو نسأل فيه نلاقيه دي الزاكرة قصيرة المادة الزاكرة طويلة المادة الزاكرة عزرا الزاكرة طويلة المادة دي اللي الزاكرة بتاعت أيام وأسابيع وشهور وثنين مثال لها مثال إن مثلا كلنا وإحنا نزلين الصبح رايحين الشغل حد فينا بيركز آه ده أنا الأول هطلع المفتاح وحط المفتاح في الكونتكت ودور العربية وامشي ولا دي حاجات مخزنة من شهور وثنين صحيح هي كده فدي تبقى اسمها الزاكرة طويلة المادة تمام طيب فيه زاكرة اسمها الزاكرة الحدثية يعني إيه الزاكرة الحدثية دي يعني يعني موقف يحصل دلوقتي بس يفكرني بحاجة قديمة يعني مثلا هما هيقولوا مثلا إيه ده تكت السنوية العامة مش هتطلع النهاردة أفتكر ياه ده أنا كنت في الموقف ده مثلا من أربعين أو خمسين سنة هو كده يعني حاجة حدثت دلوقتي تذكرني بحاجة مضى عليها عمر طويل صحيح طيب فيه زاكرة تانية اسمها الزاكرة العاملة وهي دي مربط الفارس زي ما بيقولوا الزاكرة العاملة الزاكرة العاملة عملية ديناميكية ديناميكية لاستقبال المعلومات وتخزينها واستدعاها لوقت الحاجة زي ما يكون الأم بالزاكر لابنها وزي ما يكون المدرس بيعلم التلميذ التلميذة في الفصل الزاكرة العاملة دي بتنهيزتها بتنقصب إلى الزاكرات الآتية أولا الزاكرة السمعية المتعاقبة أو سعيد بنوعليها فونولوجيكا لو يعني إيه يعني القدرة على تذكر الكلمات بمعانيه طيب لو حد قال لي مثلا جملة أو مقطع المقطع ده كل ما قدرت أفتكر الوحدات اللي تقالت لي مهما زادت في الطول يكون أفضل يعني الطفل اللي يفتكر اللي يفتكر مثلا كلمات أكتر يعني أو أرقام أكتر يكون ده لإيه الزاكرة السمعية أفضل الزاكرة البصرية زاكرة الأشكال 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 الهندسية الخرائط وشكل الحرف يعني طيب طيب بنعملها إزاي بنجيب للطفل حاجة زي أشكال هندسية مربع وراه مسلس وراه مستطيع ونقوله نوريهم له مرة نخبيهم أو ندريهم نقوله كنا موريينك إيه بقدر ما يتذكر حاجات أكتر يكون إيه الزاكرة البصرية أفضل يعني طيب الأشكال الحاجات دي طيب نفتكر لكده المربع كان شكله إيه آه ده كان أحمر الثاني أخضر الثالث أصفر طيب قدرنا نفتكر ثلاث أشكال أزود له يبقى يفتكر أربعة يفتكر خمسة وبقدر ما يتذكر زي ما قلنا في الزاكرة السامعية وحدات كلامية أكتر كذلك في الزاكرة البصرية بقدر ما يتذكر أشكال وألوان وأشكال مختلفة أكتر بس تبقى حاجات ياريتها ما تبقاش لها علاقة ببعضها يعني إيه أجيب مثلا صورة شراب وراها تفاحة وراها عربية وراها طيارة وبقدر ما يفتكر حاجات ما لهاش علاقة ببعضها كذلك الأرقام الأرقام ما بنقولش للطفل كلام منتظم يعني ما قلوش قول ورايا واحد اتنين ثلاثة لا ده احنا بنجيب له كلام متل أخبط أو أرقام متل أخبطة ستة سبعة خمسة قدر يفتكر ستة سبعة خمسة تمانية عدد الوحدات زاد ستة سبعة خمسة تمانية واحد وهكذا وبقدر ما يفتكر أرقام متل أخبطة أكتر يكون الزاكرة السمعية بقدر ما يفتكر أشكال أكتر تكون الزاكرة البصرية بما فيهم شكل الحرف يعني بنقول للطفل مثلا إيه الآلف يقول آه اللي وقفة زي الواحد البي آه اللي زي الطبق الته زي الطبق اللي فيه طفحتين وهكذا الكاف يفتكر حركة آه مش دي اللي بنعمل كده وبعد كده بنفتكر يعني يفتكر حركة إيده الزاكرة اللي بقية اسمها يعني الزاكرة المركزية التنفيذية إيه الزاكرة المركزية التنفيذية دي 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 زي إيه زي استبن استبن إذا حصل نقص في الزاكرة في الزاكرة السمعية أو البصرية يبقى الزاكرة المركزية التنفيذية تعوض النقص فيهم لكن بدون زاكرة لا يمكن يكون تعلم طب هيجب منين؟ ما احنا بنقول الزاكرة والتعلم وجهان العملة واحدة صحيح طب إيه الأمراض التخاطب للتعلق بيه الزاكرة يا دكتور؟ آه كل أمراض اللغة تتأثر فيها الزاكرة أيضا طيب طيب كل أمراض اللغة يعني إذا كانت تأخر الكلام ناتج عن الإصابة الدماغية اللي هي القصور الفكري آه الأمراض النفسية في الأطفال التوحد وفرط الحركة وأسبرجر والكلام ده كله الضعف السمعي كل دي كل أمراض اللغة تتأثر فيها الزاكرة طيب النقطة المهمة كمان طيب مرض العي بتتأثر فيها الزاكرة سمعية وبصرية الحبسة الكلامية تتأثر فيها الزاكرة يبقى كل أمراض اللغة وبعض أمراض النطق زي الحبسة الكلامية تتأثر فيها الزاكرة طيب تقييم الزاكرة بقى إن أنا أقدر أعرف إبني فعلا الزاكرة بتاعته كويسة ولا ده ممكن يكون إزاي بقى تمام طيب إحنا بيهمنا ويعني برضو يعني كل ما بيتمشكورين بتاعت طلبوني بقول إن التاريخ المرضي حالية كل أم حصل لحملها ده مشكلة في أثناء الحمل أو الولادة أو أيام الطفولة الأولى تبقى عارفة إن الطفل ده أكثر عردة من الطفل اللي ما حصل لوش ده في النواحي اللي إيه التخاطبية طيب يبقى إذا كان مثلا جالها إجهاد منذر في الحمل أو اتأخرت الصرخة الأولى عند الولادة أو الولادة كانت طويلة أو الطفل يحتاج دخول حد دنوال يكن دقائق طيب يبقى نبقى عارفين إن الطفل ده في الغالب أو بلاش في الغالب الطفل ده أكثر عرضة إن يحصل له حاجة فيه التخاطب أو التحصيل الدراسي لأنهما في الحقيقة حاجة واحدة ماحنا بنقول الطفل يتكلم ليتعلم طيب الله يبقى قلقى يبقى تكون عارفة ده في الأيام الحمل الأولى أو في شهور الحمل الأولى جالها إجهاد منذر يبقى عين على الطفل ده وأتتبعه طيطرة لما تولد بقى وماشي تطوريا في نظرة عينه في لعبه مع الأم في طلاقي لنظرة العين في الكلام في جهازه الحاركي وفي الابتسامة المجتمعية دي ماشي في كل ده كويس ولا مختلف عن الطبيعي طيب لو ما هيش عارفة طبيعي تسأل المتخصص أو هتقارنه مثلا بإخواته اللي قابله يبقى بدأنا بيه أول حاجة التاريخ التطوري بلاش كلمة التاريخ المرضي التاريخ التطوري طيب بنيجي بعد كده بنعمل الاختبارات اللي بتتعمل عند الولادة قياس السمع بنعمل أمراض التمثيل الغذائي بنعمل كل الأمراض اللي ممكن بعد كده يبقى لها علاقة بين التخاطب أو بالتحصيل الدراسي طيب فحص الجهاز الفحص الجهاز العام يعني إيه؟ يعني لو الطفل في حاجة في جهازه العصبي لا تبقى عيني عليه لو في حاجة في مشيته في اللعاب السايل من بقه ما بيتحكمش في مسكة إيده ما بيقدرش يحافظ على الاتزام بتاعه ما كل ده مطلوب للنحية التحصيلية صحيح ما بيقدرش يعرف الحركات الدقيقة بنجيب له حاجة زي العقد كده ويقعد يلضم أو بنريح إدنا كده على ظهر وقدر يحتفظ بتوازنه ولا لا ده فحص الجهاز العصبي وهو مطلوب جدا صحيح مطلوب للمشية مطلوب للاتزام مطلوب للتحصيل الدراسي طيب بعد كده بنشوف الفحص المصاري الصوتي بقه الفم والبلعوم والكلام ده كله بنلجأ بعد كده لإيه للاختبارات الاختبارات بتبقى لوضع خطة دقيقة يعني الاختبارات بتبقى لوضع خطة دقيقة زي العمل نظارة محدش بيعمل النظارة على طول لازم بنعمل كشف نظر الأول طيب وبعد كده بنقيه يبقى نعمل الاختبارات إيه الاختبارات اللي بتلزم اختبارات السمع اختبار اللغة السمعين سمع طرفي سمع مركزي هقول هم تاني اختبار السمع الأصل في صعوبة التعلم أن يكون السمع والبصر جيدين أي طيب طيب السمع فيه مستويين ارتقائيين سمع طرفي يعني ايه سمع طرفي أنا بسمع أو ما بسمعش لكن السمع المركزي بقى التمييز بقى التمييز أنا سمعت ايه والحاجة التانية مخزن المعلومة دي ولا لا طيب بييجي بعد كده ما المقصود بالسمع المركزي السمع المركزي قلنا التتبع مصدر الصوت استقبال الصوت الإضافة معنى للي سمعناه الحاجة المهمة كمان التخزين ويه الايه ويه القدر على استرجاع ما سمعنا بنضيف ليه الحاجات دي كلها الانتباه هل أنا انتبهت للصوت والحاجة المهمة كمان إذا كنتي أنا سمعت ايه طيب حاجة اللي بقى حاجة اسمها بنقول معدل الضوضاء النسبي ايه المعدل الضوضاء النسبي ده لو المدرس مثلا بيشرح الدرس وفيه عيال عاملة صوت قدرة الطفل الشاطر اللي مش عاوز يضيع وقت على استخلاص كلام المدرس حتى وإن كان محاط بضوضاء داخل الفصل أو خارج الفصل يقدر يستنبت المعلومة وما يضيعش المعلومة على نفسه دي اسمها معدل الضوضاء النسبي يعني ان الضوضاء ما أثرتش علينا زي الطفل اللي قاعد في مطعم اللي الناس عاملة ده أصوات بس هو يعني مركز في كلام والده أو والدته اللي بتعلمه طيب فرط خلصنا قياس الزاكرة القدرة على بنعمل اختبار الزكاء وإحنا عارفين الزكاء إذا كان معامل الزكاء 65 في أقل ده بيبقى اللي احنا بنقول عليه تنمية فكرية إذا كان من 65 لغاية 74 أو ممكن حتى أعلى من كده شوية يبقى ده الفصول الإدماجية 85 85 وطالع بيبقى تعليم طبيعي طيب تعليم طبيعي وتبقى لغات إحنا بنقول بقدر ما كان معامل الزكاء عالي يبقى الطفل يفضل يبقى أحقا أو لا مانع من دخوله مدارس اللغات لكن يبقى معامل الزكاء منخفض والطفل متأخر في الكلام ونصر على مدارس اللغات لا ده مش الصح طيب نيجي بقى لإيه للخلاص عملنا إسنا السمع الطرفي والسمع المركزي وعملنا اختبار اللغة والأصل في التعلم اللغة صحيح واللغة لا تكتمل لا تكتمل إلا بيه ها عارفينهم الأول كلمات فردية صحيح طول الجملة والعمر اللغة والطفل وظيفة لطول جملته لسه ما جبت استيرت المخارج الصوتية لأن الطفل لسه صغير سنتين ونص أو تلاتة في المرحلة دي بنعوز حاجة اسمها أدوات الرابط وأدوات الرابط دي مطلوبة للتخاطب مطلوبة للتحصيل الدراسي طي اللي هي الجملة يبقى فيها ضمير مذكر ومؤنس ظرف زمان ظرف مكان المفرد والمسنة والجمع الصفات المتضادة جول دا اسمه السياقي النحوي السرد القصصي السرد القصصي دا أربع حاجات وصف صورة قصة كاملة محادثة حرة كلام مسترسل في الانترفيو بتاع المدرسة ما هو بيسأل اللي لسه راح يقدم صحيح ما هم بيسألوه فين كذا فين كذا فين كذا اللي احنا بسميها اللغة الداخلية جاي مع مين وبيشوفوا انتباه الطفل طلاقي لنظرة العين بيسألوها مثلا على بعض الألوان دا التقييم في المدرسة في التقييم او عنده التقدم وبيشوفوا لغته بس الأصل في اللغة معانيها مش مخارجها يعني ما لقش على الطفل الصغير ان ما بيقولش المخارج الصوتية لا خالص يعني لكن بندور على طول الجملة وإذا زاد عدد الوحيدات في الجملة بيبقى لازم أدوات الربط كويس جدا طب القصة إذا قلنا للطفل قصة وما فيش طفل بيرفضوا القصة لو حدو تتقابل النوم اللي بتقوله له والدته قالته له المس في الفصل في الحضانة الدرس اللي خاده في المدرس قدر يفتكر كم في المية من اللي قلناه له لو قدر يفتكر القصة كاملة دا يعني ما فيش بعد كده طيب لو قدر يفتكر مثلا سبعين في المية من القصة بنساعده به تلاتين قدر يفتكر تمانين بنساعد بعشرين تسعين بنساعد بعشر لغاية ما يفتكر القصة كاملة وبدون مساعدة دا يبقى أحسن طفل يروح يتقدم للمدرسة كلام مسترسل نقول له مثلا بص انت اتفسحت في حديقة الحيوان قلنا كل حاجة حصل من ساعة منزلت من البيت وجالكوا الأوتوبيس صحيح اتفسكوا كلكوا وروحتوا جننت الحيوانات عملتوا قضيتوا هناك الادراك الصوتي او الوعي الضفزي طيب دا بينطلب يعني باعتباره يعني آخر حاجة يعني ما قلنا جبناش ما جبت ستة المخارج الصوتية إلا بعد اكتمال اللغة كمعاني صحيح طيب هنا يعاني إيه ادراك صوتي يعني كلامي أنا اللي أنا بتتكلمه دلوقتي دا عبارة عن كلام مسترسل بكلم كلام مسترسل طب الكلام دا لو جدا نقطعه يتقطع إلى إيه إلى جمل طب الجملة تتقطع إلى إيه كلمات الكلمات تبقى إيه تبقى حروف ما خدك صوتية دا بقى التقييم الأخير الأخير دا اللي بودال يعني ممكن يا دكتور بقى أحكم أني ابني مؤهل أنه يلتحق بالمدرسة ولا لا وده اللي بيقوم به طبيب التخض أيوة أيوة بشرط سلامة القنوات الحسية السمع والبصر السمع بيتعمل اختبار السمع دلوقتي عند الولادة وإذا لازم بنقول أبسط اختبار يديه تمامينة بس دي يبقى اسمه السمع الطرفي لكن فيه سمع تاني اسمه السمع المركزي السمع المركزي يعني اللي هو تتبع مصدر الصوت واستنبت الإشارة السمعية حتى وإن كانت في وسط دوضاء هنا نقدر نقول بقى نصيحة بقى لكل أولياء الأمور اللي هم عندهم حالة من التردد أو الحيرة أدخل ابني ولا مدخلهش المدرسة هنا الفيصل زي ما احنا قلنا طبيب التخاطب عن طريق كل الفيصلات اللي حدق ذكرتها وبناء عليها عن طريق العلم والتقييمات أنا ساعتها بقى أشوف الدرجة بتاعت ابني اللي هتأهله لدخول المدرسة ولا لأ ولا لو القدر الله لسه مش مؤهل ساعتها بقى قدر أهله طوال السنة اللي أنا أخره فيها دي بحيث أنه يدر ألتحق للمدرسة هنا بقى يجي صعوبات التعلم أيوه صح كده دكتور نعم في حاجة حابت تضيفها في الحتة الأولانية لا هو يعني ندي تاني لأهمية التاريخ التطوري بالطفل اللي يحصل حاجة في تاريخه التطوري ده كله تبقى عيني عليه أول تأخير في أي حاجة أسأل المتخصص والتدخل المبكر مطلوب ده الفيصل معي في التشخيص وحتى في العلاج أيوه صعوبات التعلم بقديم الحاجات التانية اللي بتواجه الحقيقة أولياء الأمور مع أولادهم يقول لك الولد يعني بشيفاك طبيعي وزاكي بس ما بيعرفش يركز ما بيعرفش يحفظ دروس يعني صعوبات التعلم وأسباب هي ذلك حاضر نشوف الأول نسبة حدوث هذا المرض يعني إحنا في الطب بنعوز إيه دايما بنعوز نعرف مدى انتشار هذه الحالة في البشر عشان نشوفها تستاهل ولا ما تستاهلش طي إحنا عارفين إن عشرة في المية من أطفالنا اللي أقل من عشر سنوات عندهم درجة من درجات صعوبة التعلم يعني إيه يعني عشرة من كل مية طفل اللي أقل من عشر سنين عندهم درجة من درجات صعوبة التعلم طيب صعوبة التعلم دي بتباني إزاي زي ما حارك قلت في المقدمة الطفل اللي بينسى اللي بيعوز المعلومة تتكرر له كتير الطفل اللي يعني بياخد درجة أقل من المتوقع تقل كمية المجهود اللي بتبزن معاه يعني تعبير الأمهات بيبقى واضح جدا سهل ده أنا بقعد يعني بنقعد في الصفحة ثلاث ساعات بس نقل بالصفحة دي ونحب نرجع لللي فاتت نلهت بخارة نسيها طيب يبقى هو هنا اللي بيينسى المعلومة اللي تقلت له طيب تباني إزاي صعوبة التعلم تاني تباني أن الطفل يعمل أخطاء إملائية لو طلبنا مثلا يكتب موضوع إنشة لو طلبنا منه يكتب قصة يعمل أخطاء إملائية طيب لو الحاجة المهمة كمان لو صعوبة تناول الأرقام الحسابية لكن هو الطفل اللي بيعيد مواد يعني مثلا يبقى شاطر في كل حاجة لكن مدرسة العربية بتشتكي يبقى دي تبقى مهمة أولي الطفل اللي ما بيحبش العملية التعليمية كلها من بابها كده يعني يجي له أوتوبيس المدرسة الصبح مش عاوز ينزل يلا نقوم نعمل واجه بالمدرسة يقوم متكره يبقى كل دي خاصة به النواحي النواحي التعليمية لكن أشهرهم فعلا النسيان وإن الدرجة اللي بياخدها الطفل أقل من كمية المجهود اللي بتبزل معها 90% من حالات صعوبة التعلم مردودة للغة أي و10% مردودة للأرقام الحسابية طيب اللي مردود للغة يبقى إيه يبقى اللي هو اللي بسمها إيه اللي أرديه يعني صعوبة تعلم من تأكير كلام ما تمش علاجه يبقى زي زي ما لسه زي ما حرك قلت إن بيبقى لازم الطفل يكتسب اللغة كاملة قبل ما روح أقدم للمدرسة هو كده يبقى هو دي صعوبة التعلم 90% اللي لهم علاقة بإيه لهم علاقة باللغة لكن فيها 10% صعوبة تعلم بلهاش علاقة باللغة لكن لها علاقة بالأرقام الحسابية ما أسباب صعوبة التعلم بالضبط كده دكتور أسبابها إيه وطرخ العلاق بحيث إنه يكون فعلا ابن سوي يعرف يتعامل بشكل إيجابي في المدرسة أو يعرف إذا صعوبة التعلم صعوبة التعلم قلنا الأصل في صعوبة التعلم رغم إن السمع والبصر الطرفيين الطرفيين جيدين إلا إن الاختبارات المتقدمة قد تظهر اضطراب البرمجة العليا للسمع داخل الجهاز العصب المركزي يعني يبن بقى الحاجات اللي أنا قلتها قلتها مرتين اللي هي إزاي نتتبع مصدر الصوت ونضيف له معنا صحيح نخزنه نفتكره إذا ونطلبه كده وإزاي نستنبت الإشارة الصوتية حتى وإن كانت في وسط دوضاء محيطة طيب يبقى هو ده الحاجة الأولانية إنه إيه اللي عمل اختبار السمع طرفي ومركزي وبعد كده بيقولنا اضطرابات السمع المركزي أسباب خاصة بالجهاز العصب المركزي اللي هو الإجهاض المنزر إصاب النقص الأكسوجين عند الولادة وهكذا الكل الحاجات اللي بتأخر الكلام صحيح طيب في أسباب تأخر دراسي بيئية الفصل المزدحم الفصل لا يمكن الفصل اللي فيه خمسة يبقى زي الفصل في عشرين صحيح طيب يبقى بقدر مكان عدد الأطفال في الفصل الليل بقدر ما يقدر المدرس يتحكم فيهم أو يفيدهم أكتر صحيح وركز معهم ويستفادوا من أيوة طيب والحاجة التانية ما يبقاش المدرسة جنبها دوشة ما يبقاش فيه ورشة خراطة فيه سباكة كل الأبخرة للرصاص والحاجات دي داخلة على الأطفال في الفصل يبقى ده عامل بيئي وبعد كده عامل جيني عامل جيني لصعوبة التعلم آه طيب العامل الجيني ده ساعد بيبقى إيه نقول للأهل الطفل ده متأخر فيه متأخر فيه مثلا الدراسات الاجتماعي أو متأخر في العربي هتروح الأم ردها تقول والله ده أمي يا بل هي تبقى جدة الطفل بتقول لها والله يا بنتي أنت كنت متأخرة في المواد دي برضو أنت صغيرة لكن هو في الغالب اللي بيحصل تفاعل عامل جيني مع عامل بيئي يعني نحن قلنا العوامل فيها استعداد جيني لحدثها بس فيها عامل بيئي من اللي هي الحاجات اللي أنا قلتها خاصة بمكان التعلم تفاعل عامل جيني مع عامل بيئي طيب ومع ذلك بيفضل مجموعة ما بينلاقيش حاجة في الأمور دي كلها وبنلاقي الطفل متأخر فيه متأخر في الناحية الدراسية صحيح يتبقى عامل وهو أني اضطراب البرمجة العليا للسمع داخل الجهاز العصب المركزي يبقى الجهاز العصب المركزي أي أمراض فيه النقطة المهمة كمان اللي يكون السامع طرفي أو مركزي يكون فيهم أي شيء مش الطبيعي البرمجة العليا للسمع التأخير الكلام كل دي عوامل لها علاقة بيئي نحية بصعوبة التعلم العلاق بقى ممكن يكون العلاق بقى دكتور الاكتشاف المبكر الاكتشاف المبكر لإيه إحنا بنقول عيننا على الطفل اتأخر في الكلام صحيح أبقى خايف عليه من ما يلي صحيح أول حاجة عزلة مجتمعية طوائق يعني مش عايز يروح المدرسة لأن كلامه مش زي صحابه صحيح حتى هم ساعات حتى بيتحشوا الطفل ده ودي تبقى مدمرة نفسيته طبعا يبقى عزلة يعني يشعر بالدونية ما يحبش يبقى يروح المدرسة وإن راح قدرته على التعلم صحيح اضطرابات النوم مهم قوي يعني برضو لازم الطفل يكون رايح المدرسة نايم 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 كويس طيب يبقى قلنا الاكتشاف المبكر وبعدين عمل التقييم وما نزعلش من التقييم ولا من الاختبارات التقييم والاختبارات عشان نحط خطة دقيقة للطفل طيب المصفحة بعد اذا كان لسه صغير بنطلب الحضانة قوي وعلى حسب الرقم هيكون نوع التعليم اللي هيروحه بنطلب من الأم أو من الأسرة الحاجات الآتي أولا حقنص ثقة بالنفس بكل الوسائل في الطفل ما أقول لهش ده انت مش نافع انت مش يعني بليد انت ما بش فيش فايدة فيك كده لازم معزز الصخص ما فيش كلام من ده حتى لو احنا عارفينه انه انه احنا عارفينه انه مطلق قدرته العيلة لازم أحكير أيوة بس الكلمة الطيبة التشجيع حافظ مادي ومعناوي التشجيع الترغيب الترغيب ضروري التنقيط يعني ساعات بنجيب للطفل ورقة الرسم البياني ورقة الرسم البياني بتزبط المسافات المسافات بين الحروف في الكلمة المسافات بين الكلمات في الجملة ورقة الرسم البياني ما بيعرفش يمسك القلم بنجيب القلم التخين اللي يسخل ماسكه وبعد كده ايه بنجيب القلم اللي ايه الارفع والارفع وهكذا ولكن الساعات بنمسك التنقيط بنعمل نقط كده يمشي عليها الطفل وممكن نمسك ايد الطفل بالقلم نمشي احنا على النقط الاول وبعد كده ايه يمشي عليها هو الوحد ولكن لا شيء يعادل الكلمة الطيبة الحافظ المادي والمعناوي ساعات بنعمل للطفل حاجة يعني مثلا احنا يا كبار بنقول كلمة بريكس ايه بريكس دي مجموعة الدول البي البرازيل والراشيا والانديا وسي تشاينا وسوس افريكا مفيش كلمة اسمها بريكس ده احنا خدنا الحرف الاولاني من كل كلمة من كل اسم دولة وعملنا بهم اس كلمة بريكس لكن يعني تتكون من مجموعة الحروف بتاعت البدء بها الدول دي لسهولة تذكر الايه المجموعة الدول دي كذلك الاطفال دي ممكن اعمل ااخد الحرف الاولاني من كل كلمة اعاوز افتكرها اعمل بهم كلمة وان كانت رمزية ايه تسهل تذكر المعلومة المطلوبة والله يا دكتور يعني انا بحيحة جدا على الموضوعات والتوضحات دي بشكل مفصل اعتقد يعني قدمت كل المعلومات الكافية اللي تفيد اولياء الامور سواء في عملية التقديم للمدرسة الاول مرة او حتى التعامل مع ابنان الطلب والطلبات اللي عندهم صعوبات تعله باسناء العملية الدراسية نتمنى يا رب كل التوفيق هنا بضم صوت لصوت حضرتك ان التشخيص المرضي والتاريخ المرضي للطفل منذ ولدته ده اللي بيساعد في التشخيص السليم وفي العلاج الصحيح نتمنى يا رب كل التوفيق في هذا الامر شكرا جدا والله يا دكتور شكرا نضع صواية الاهمية بحيح حضرتك عليه وان شاء الله يعني دايما كده تمدنا بكافة المعلومات اللي فعلا تساهم في حل كافة الامور اللي بيعاني منها وليا الامور وايضا الطلبوية الطلبات او الابناء بشكل عام شكرا جزيلا شكرا شكرا بشكحة جدا لأستاذ الدكتور محمد بركة واستاذ المراد التخاطب بكلية طب جماعة عين شمس نورتين عفوا شكرا جزيلا شكرا ايضا بشكر حدكم وشكرا لحسن المتابعة خلصت حلقتنا النهاردة من نهار جديد تحيات فري العمل وتحياتي عاصم الشندويلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته